وقد رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب ورياض رئيس الاتحاد البحرين لألعاب القوى اسمائيات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائية كأس العالم المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام المقبل وتحقيقه للمركز الثاني في بطولة كأس آسيا السادسة عشرة ونوها سمو الشيخ خالد بالرعاية الكريمة التي تحظى بها الحركة الرياضية في المملكة من لدن جلالة الملك المفدى التي كان لها الفضل الأكبر في تحقيق مملكة البحرين إنجازات تاريخية في العديد من بطولات العالم الرياضية وأعرب سموه عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجة الأولمبية البحرينية لمتابعة سموه للمنتخب الوطني لكرة اليد ودعمه المتواصلة مما كان له أطيب الأثر كذلك في تحقيق أبناء البحرين للنتائج المتقدمة في مختلف البطولات والمسابقات الرياضية سواء كانت المحلية أو العالمية وأثنى سموه بجهود رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى وبأداء لعبي المنتخب الوطني وتقديره لجهود المتميزة التي بدلوها خلال منافسات البطولة الأسيوية مشيرا سموه إلى أن ما حققه المنتخب الوطني من إنجاز باهر عكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها البحرين على خارضة كرة اليد الأسيوية مؤكدا سموه ثقته بقدرة لعبية المنتخب الوطني على مواصلة العطاء والإنجاز ومتمني للمنتخب الوطني كل التوفيق في نهائيات كأس العالم ترجمة نانسي قنقر